لاحظ مش بيتكلم عن الظهورات ظهورات المسيح في العهد القديم كان المسيح يعني بشوفه شخص رجل ناضش كامل والظهور كان سبيسيفيك كان محدد مهدف لغرض معين وخلاص بيختفي بس هون مجيء المسيح يعني حبل بي في أحشاء القديسة مريم العذراء بالروح القدس هذا بسموها التجسد فالتجسد هو معجزة حلول الروح القدس بطريقة معجزية طبعا بدون أب بشري ولاحظ التوقيت أنه مش بس كان ميلاد عذراوي مش بس كان من نسل المرأة نبوة إشعياء رغم أنه تمت جزئيا في أيام الملك أحازنه فعلا انتهت إسرائيل وآرام وخذوا إلى السبيل الآشوري لكن قبل 700 سنة تنبأ عن الميلاد العذراوي بيسميها آية علامة بيسميها معجزة وهذا الشيء المهم بيسمي هذا الميلاد عمانوئيل عمانوئيل يعني الله معانا وهذا الإصطلاح كان يقال عن أرض عمانوئيل اللي هي الأراضي المقدسة تتميم للنبوات فإذا هذا التحالف بين سوريا وإسرائيل ضد يهودا ضد الملك أحاز انتهى في طبعا أنه يخلعوا عن العرش انتهت وتمت نبوة إشعياء النبي قبل نضوج الولد انتهت إسرائيل انتهت أرام طبعا من قبل إشعياء لكن إشعياء بقول في صحة تسعة أنه من كرسي دقود سيملك على بيت دقود إلى الأبد وهي النبوة أحبائي اللي منشوفها في العهد الجديد اللي بتشوف التكمل كيف يعني الله بيمشي بتناغم بتناسق منسجام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر